السلام عليكم مشاهدين وحلقة جديدة من اخبار النادي الاهلي اليوم رسالة من مهاجم الاهلي لنادي البيرن حقيقة غياب بدر بنون عن اللقاء المرتقب رسالة تحذير من لعب البيرن للاعب الاهلي تركي الشيخ يفتح النار بسبب خمس صفقات ضد الاهلي فيديو مفاجأة لابوتريكا من ملعب المباراة يلا بينا على بركة الله نبدأ معاكم حلقتنا والترب واليا مهاجم النادي الاهلي يبعث برسالة للبيرن ميونيخ قبل اللقاء المرتقب حيث اكد بواليا على اهمية المباراة المرتقبة يوم الاسنين المقبل وقال بواليا في تصريحاته سنخوض مباراة البيرن دون ضغوط وسنلعب من اجل المتعة فليس لدينا ما نخسر امام بطل اوروبا فقد حققنا خطوة مهمة بالفوز في المباراة الاولى والتأهل للدور قبل النهائي مباراة بيرن ميونيخ ستكون مواجهة للتقديم كل ما لدينا خاصة اننا نواجه بطل اوروبا ونادي يضم بين الصفوف ابرز لعب العالم ساعد جدا بدعم جماهير النادي الاهلي منذ انتقالي للفريق ولا احتاج سوى تسجيل هدف واحد فقط حتى تبدأ مسيرة التهدفية مع الفريق واقدر دعم ومسندة الجماهير جيدا واعيدهم انه بمجرد تسجيل هدف الاول ستجدون الامور تسير على النحو المطلوب واختتم بواليا حديثه بان الفريق جاهز لمباراة البيرن وبينتظر دعم الجماهير في تلك المباراة التاريخية حقيقة غياب بدر بنون عن لقاء البيرن منح الجهاز الطبي بالنادي الاهلي الضوء الاخضر لموسي ماني لموصلة الاعتماد على المغربي بدر بنون مدافع الفريق في التشكيل الاساسي للفريق امام بايرن ميونيخ في المباراة القادمة في نصف نهاية المنديال كما صرح التقم الطبي المرافق للبعثة بان اللاعب تحسن بشكل كبير بعد الاصابة التي اتعرض لها قبل مواجهة الدحيل القطري كما يقوم اللاعب بربط موضع الاصابة في الكاحل حيث يؤدي التدريبات بشكل جيد وهناك تأكيدات من جانب البيعث على تحسن حالة بدر بنون بشكل افضل وقدرته على القيام بالالتحامات والتعامل بشكل افضل خلال مواجهة الفريق الالماني لعب النادي الاهلي ينتقل للدور التنسي اعلن النادي الاهلي اليوم اعارت لعبه وليد مصطفى لنادي البنزارت التنسي لمدة 6 شهور وانهى امير توفيق مدير تعقدات الصفقة عبر الايميل والاتصالات الهاتفية وفوض خالد بيبو بانهاء اجراءات انتقال اللاعب مع مسؤولي نادي البنزارت التنسي وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكسفة بين اللاعب وبين اكتر من نادي محلي قبل ان يتدخل نادي البنزارت التنسي ويطلب استعارة اللاعب لمدة 6 اشهر تبدأ من فبراير الجاري ولاعب وليد مصطفى في فريق موليد 2001 وتم تصعيده منذ فترة البيرني يوجه رسالة تحزيرية للاعب الاهلي وصلت اليوم الى الاراضي القطرية بعسد فريق نادي بايرن ميونخ الالماني بعد تأخير عن الموعد لمدة 7 ساعات بسبب عدم تحصلهم على اذن الطيران وبعس نادي بايرن ميونخ الالماني برسالة تحزيرية للعب النادي الاهلي قبل الموقع المرتقبة بين الفريقين حيث نشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ باللغة العربية على موقع تويتر صورة للعب الفريق وعليها تعليق لا تخافوا ولكن احذروا رينيه فيلر للصحف الالمانية جمهير الاهلي اذا نجحت يحملونك على الاعناق واذا اخفقت خصوصا في الدرب امام الزمالك فسرعان ما ينقلبون عليك لجنة الحكام بالفيفا تعلن الحكم الاماراتي محمد عبدالله حكم للساحة في مباراة الاهلي وبايرن ميونخ ويعاون السناي الاماراتي محمد الحمادي وحسن المهري في ادارة اللقاء والبرازيلية أدينة الفيش حكم الرابعا والقاطري خميس الماري حكما للفيديو اسام عربي نجم الاهلي السابق الاهلي لابد ان يؤمن بقدرات تعيبيه ورغم قدرات البايرن الا ان قتال لعب الاهلي قد يغير الامور فكرة القدم وارد فيها كل شيء الاهلي بكل الاحوال قادر على الظهور بشكل جيد امام البايرن لان الاهلي لن يلعب تحت ضغط كما لعب مباراة الدحيل القطري سامي امصوان مدرب الاهلي لدينا مباراة مهمة وتاريخية امام بايرن ميونخ الالماني وبالطبع هي مباراة زيادة طابع خاص فنحن على موعد مع مواجهة بطل اوروبا الذي يضم بين صفوفه لاعبين يصنفون على انهم الافضل في العالم سعداء باللعب من جديد امام جماهير الاهلي واللاعبين يشعرون براحة شديدة ودوافع قوية في ظل خوض المباريات امام الجمهور لما يحملوا هذا الامر من تحفيز لهم امام المنافس احمد مبارك ال شافي لعب المنتخب القطر السابق للمعز علي احمد ربك انك انهزمت بهدف واحد امام النادي الاهلي تعلم التواضع بوابة الاهلي اقدم من الدور القطري وناديك تأسس بعد 100 سنة من تاريخ الاهلي تركي ال الشيخ يفتح النار بسبب صفقات ضد الاهلي فتح تركي ال الشيخ مالك نادي المريخ الاسباني والرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني النار ضد شائعة دعم منافس الاهلي المصري بخمس صفقات جديدة فعلق تركي ال الشيخ على خبر دعمه للمريخ السوداني بخمس صفقات جديدة قبل مواجهته مع النادي الاهلي في دورة ابطال افريقيا وكتب تركي ال الشيخ وما زال الكاذب مستمرة للأسف ومن صفحات رسمية ومواقع الهدف منها الإساءة العتاب ليس عليهم اعتقد ان الخبر ليس مجرد خبر كاذب بل ايضا لغرض غير رياضي ونقل تركي ال الشيخ تصرحات المتحدث باسم نادي المريخ السوداني والتي يؤكد فيها ان احمد التازي الرئيس الفخري للمريخ السوداني هو من تكفل بالصفقات الجديدة ولا صحة للحديث المتداول حول اتمام تركي ال الشيخ لصفقات النادي وعلى الجهات التي اردت الخبر تحر الدقة والمصداقية وبعد نشر تركي ال الشيخ لهذا الكلام رد على احد متابعيه والذي اعتبر ان الصفحات المذكورة محسوبة على النادي الاهلي فقال تركي ال الشيخ ردا عليه واضح من كلامي انني لا اقصد مجلس ادارة اي نادي حول التركيز فيما اكتبه جيدا طبيب الاهلي يعلن نتيجة المسحة الطبية التي اجريت للعبي الفريق اليوم اكد الدكتور احمد ابو عبل طبيب فريق النادي الاهلي سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعسة فريق النادي الاهلي صباح اليوم داخل مقر اقامتها استعدادا لمواجهة بيرن ميونيخ الالماني ايضا وفي اطار الاستعداد والتحضير لمباراة بيرن ميونيخ خاضي فريق اليوم مران قوي شاهد في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني للعبين واعقبها خوط تدريبات بدنية خفيفة ومران فني قوي ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي استعدادا لبطل اوروبا المعلق الرياضي علي محمد علي تعليقا على اختياره للتعليق على مباراة الاهلي والبيرن الاهلي بطل افريقيا سيواجه بيرن ميونيخ بطل اوروبا هذه المباراة ستكون البداية الحقيقية لكأس العالم للاندية هذه المباراة ستكون قوية للغاية البطولة دائما تزداد لمعان وبريق خاص حال تواجد النادي الاهلي في البطولة وتكون الانظار متجه بشكل كبير نحو البطولة بسبب شعبية النادي الاهلي والذي يتواجد للمرة السجسة في هذه البطولة وعلى لعيب الأهلي استنتاع بالمباراة لأنها لن تتكرر كثيرا وهي احتكاء قوي للعيب الأهلي ستزيدهم خبرات كثيرة دون النظر عن نتيجة المباراة مباراة الأهلي وبيرن مونيخ هي بطولة في حد ذاتها وهي بطولة خاصة لجمهير النادي الأهلي الكبيرة والتي سوف تستمتع بمشاهدة المباراة الكبرى أمام بطل أوروبا وأتمنى أن تليق المباراة باسم الأهلي ومصر في نهاية المطاف بالفيديو أبو تريكا يعلن حضور مباراة الأهلي وبيرن مونخ الألماني من التلتشمال أعلن محمد أبو تريكا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حضوره لمباراة الأهلي وبيرن مونخ في نصف نهاية كأس العالم للأندية ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بتنظيم بطولة كأس العالم قطر 22 على تويتر فيديو يظهر فيه محمد أبو تريكا بملعب أحمد بن علي بالدوحة والذي يحتضن المباراة وظهر أبو تريكا سفير كأس العالم 2022 وهو يختار مقاله خلال المباراة حيث فضل أبو تريكا التوابد رفقة بعثة الناد الأهلي بمدرجات التلتشمال وفي نهاية حلقتنا شكرا لكم مشاهدينا وبتمنى تدعمونا بعمل لايك للفيديو واللي بشاهدنا الأول مرة الاشتراك معنا في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلكم منا وكل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة